اهلا بكم قد يواجه الاشخاص الذين يعملون في الشارع مشكلة خلال فصل الصيف خاصة عند التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس مما يتسبب في شعرهم بالتعب والارهاق ولكن بذلك نستعرض بعض النصائح التي يفضل اتباعها عند العمل تأشعة الشمس خلال فصل الصيف او للنصائح ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون اذا لم يكن الموظف مضطرا لارتداء زي معين اثناء العمل يفضل ان يرتدي ملابس ذات الوان فاتحة بدلا من الازرق الداكن او الاسود حيث تعمل ملابس ذات الالوان الدكينة على امتصاص المزيد من الحرارة بينما تستعد الالوان الفاتحة على التخلص من الشعور بالحرارة كما ينصح بشرب الكثير من الماء بامتصام للوقاية من الجفاف اثناء العمل بالاضافة الى ان الماء يجعل الجسم بارج ويشعر الجسم بالحيوية والنشاط ايضا من اهم نصائح التي تساعد على حماية الاشخاص الذين يعملون في الشارع تحت اشعة الشمس هو الحصول على فترات راحة خلال اليوم تتروح مدتها بين 10-15 دقيقة ليجلس في مكان بعيد عن الشمس ويتناول مشروبات الرداء كما يساعد وضع كريم واقي من الشمس طوال اليوم على حماية البشرة من حروق الشمس والتأثير الضار لاشعة الشمس فوق البنفسجية بالاضافة الى ان ارتداء قبعة اثناء العمل يساعد على حماية الجسم من اشعة الشمس والشعور بالبرودة لذلك يفضل ان تكون القبعة فضفاضة وبحواف فرزة ايضا يفضل البقاء بقدر الامكان في المناطق المضللة عند العمل في الشارع لتجنب التعرض لاشعة الشمس كما يمكن ان تساعد قطعة القماش الباردة او كيس من الثلج او قطعة قماش مخصصة للتبريد في التخلص من الشعور بالحرق الشديد لذلك يفضل اصطحابها اثناء العمل بالشارع ويفضل تناول وجبات خفيفة بشكل متكرر للحفاظ على مستويات الطاقة مع الامتناع عن تناول الاطعمة التي تسبب في الشعور بألام المعدة ويفضل ان تكون الاطعمة غنية بالعناصر الغذائي وتحتوي على نسبة عالية من الماء وصلنا لنهاية تغطيتنا نتمنى لكم يوما ممتعا الى اللقاء اشتركوا في القناة